بطاقة انتاجية تصل إلى 300 مليون قدم مكعب من الغاز أحالت وزارة النفط العراقية مشروع تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالا شرق بغداد إلى شركة سينوبيك الصينية ضمن جولة جديدة من التراخيص مدة العقد 25 عاما قابلة للتمديد وفازت شركة سينوبيك على الرغم من وجود سبع شركات إضافية منافسة ومن جنسيات متعددة من المفرح أن تتكلل جهود وزارة النفط بإحالة عقد مهم هو عقد تطوير حقل المنصورية الغازي إلى إحدى الشركات الصينية العالمية المختصة في مجال تطوير حقول الغاز وبالتالي سوف ينعكس ذلك إجابا على تطوير هذا الحقل سواء بإضافة 300 مليون قدم مكعب قياسي وهذا هو المتوقع أهمية تطوير حقل المنصورية تكمن في أنه يستهدف استثمار الغاز الحر فيه والاستفادة منه في تعظيم الانتاج الوطني من الغاز ابتداء من 50 مليون قدم مكعب في اليوم وصولا إلى 300 مليون قدم مكعب وهي الطاقة المتوقعة والمخطط لها فضلا عن توفير الوقود إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية وإنعاش قطاع الصناعات البتروكيمياوية فعلى الرغم من ارتفاع احتياط العراق من الغاز إلا أنه يضطر لاستيراد هذه المادة من دول أخرى من أجل توليد الكهرباء العراق يمتلك مكامل غازية كبيرة جدا وخصوصا أيضا الغاز المصاحب لاستخراج النفط بالتالي توجه نحو الصين خصوصا أن الصين لديها تجارب وتجارب ناجحة في هذا القطاع هو أمر مدعوم شعبيا وأيضا هو أمر مدعوم من بعض الكتل السياسية وهذا الأمر يصفي أن يكون العراق مكتفيا ذاتيا في مسألة الغاز وعدم استيراده من الخارج وبالتالي أن يكون هناك اتفاق ذاتي في مسألة الكهرباء وأيضا عدم الارتهاد إلى الخارج الاستثمار الصيني في قطاع الغاز العراقي يعود بمكسبين لبغداد الأول الحفاظ على البيئة من مخلفات حرق الغاز المهدور والمكسب الثاني تحقيق فائدة اقتصادية لا سيما هو أن ثروة العراق من الغاز تقدر بنحو 5 تريليونات متر مكعب وتلعب الشركات الصينية دورا مهما في قطاع استثمار الطاقة العراقي هي متواجدة في مجال استثمار واستخراج النفط وجاء توجه هذه الشركات اليوم نحو استثمار الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج وكذلك الاستثمار في حقول الغاز الحر كما هو الحال في محطة غاز المنصورية من بغداد محمد حميد CGTM العربية